ايه يا عظيدي هالله هالله بالعافية ايه يا عظيدي هالله هالله ايه خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة عالعز والحجاب خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين فازو الله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لا تدعو أني ويك أم البنين تذكريني بليوثل كانت بنيون لأدعى بهم واليوم أصبحت أصبحت ولا من بنيني أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا يا ليو يا الموت بقطع الوتين يا ليت شعري أكما أخبر يا ليو يا بأن عباس قطيع اليمين كانت بنيون لأدعى بهم واليوم أصبحت واليوم أصبحت ولا من بنيني تنازع الخرصان أشلاءهم فكلها يوم أمسى صريعا طعيني يا ليت شعري أكما أخبر يا ليو يا بأن عباس قطيع اليمين والله بعد هيها آيات دهر بيكم يعود بعد هيها آيات دهر بيكم يعود ورد شيل راس بكم ردود آيات دهر بيكم آيات دهر بيكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين آمنا بالله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله العلي العظيم اللهم صلى على محمد وآل محمد سفيان ابن الصام من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول سأل رجل أبا عبد الله يعني الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله ما الإسلام وما الإيمان لأن الآية الكريمة الظاهرة تفرق أكو إسلام وأكو شنو إيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهذا بحث طويل عريض ما هو الإسلام وما هو الإيمان وماذا يترتب على كل واحد منهما عموما خل نذكر هذه الرواية ثم نعرج نبين شيء من ذلك يقول فسأله رجل ما الإسلام وما الإيمان أو ما الفرق بين الإسلام والإيمان فلم يجبه الإمام الصادق عليه السلام ما جاوبه يقول فسأله مرة ثانية فلم يجبه أسأل الإمام عليه السلام لماذا لم يجب لا أخذ أكو أسباب في حديث رواية عليكم أن تسألوا وليس علينا أن نجيب أنت الواجب عليك مكلف شنو تسأل إحنا نجاوب من جاوب إحنا نعرف ظروف السؤال وظروف الجواب أكو مثلا بعض الناس يسأل تعنة لا تفهما أو استهزاءا وسخرية زين فدواحد إجاء سأل عن الإمام عليه عليه السلام قال له لموجود في المسجد ظهر في الكوفة قالوا ماذا تريد منه قال أنا سمعت هذا يقول اسألوني قبل أن تفقدوني يعني هذا يعرف كل شيء قال له نعم بعد هو هذا إمام مفترض طاعم عصوم ولي الله قال سوف أسأله أسئلة وأدحظ حجته يعني أعجزه أبين أنه هذا مو صحيح قال له لأ إياك وإياك حذره ما فادوا يا وأكو بعض الناس يقول للمثل احترم شنو تحترم حتى بسؤالك إذا تحترم المقابل المقابل يصير ردة بإحترام بس مرات مرات يسأل الإنسان سؤال يعني مو قصد الاستفام وكذا هاي في يحتاج له فتصفعة أدبية أو أخلاقية أو بأي نحو إن كان شوف هذا شراح يسوي للإمام سلام الله عليه دخل لقى الإمام قام يسأله مو قصد الفهم قصد الاستهزاء السخرية التعجيز الإمام سلام الله عليه قال له سلاما وراح عافظ هذا إجي الأصحاب الإمام سلام الله عليه قالهم هذا إمامكم اللي خابصي نبيه إمامه إمام زين سألت كم سؤال ما جاوبني زين قال له له لش سوى عليك اش قال لك قال قال سلاما وطلع طلق قاموا يضحكون قال ليش الضحكون قال له له يا جاهل لقد تمثل الإمام علي عليه السلام بقوله تعالى والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا وأعرض عن الجاهلين وهكذا أكو أسباب عديدة يعني كثيرة الإمام سلام الله عليه يعرف أمرنا أن نكلم الناس على قدر شنو عقولهم شنو الظروف شنو الزمان شنو الكذا فلتعترض على الإمام عليه السلام خصوصا حتى على العلماء إذا ما جاوبوك إذا أنت من أهل الحكمة أو ما يجاوبوك إجابة مباشرة ربما زين يعني واحد إجاء سأل الإمام الصادق عليه السلام شوفوا حيثيات هذه القضية قال لي يا ابن رسول الله الغناء حلال له حرام الإمام عليه السلام ستقولي جاوبه يقول له له حلال له جائز له حرام ما جاوبة شنو كان جوابه طريق سؤال قال أنا أسألك قال سل يا ابن رسول الله إذا فرق الله عز وجل يوم القيامة بين الحق والباطل فأين تجعل الغناء قال مع الباطل قال حكمته يعني يريد يقول له شوي شغل مخك مو كل شي تسأل عنه مو كل شي أكو بعض الناس ها أسألاني وإذا مسألت سخيفة أو بسيطة لا ميسي يعني أكو أبجديات الفقه أكو أبجديات العقيدة إذا هاي الإنسان ما يعرفها مثل ما واحد يريد يدخل للكلية وهو ابتدائية ما ممكن زين ما يصير أو تعال فهمني أو علمني لازم تنهض نفسك لازم تعلم نفسك لازم تثقف نفسك إلى مستوى بحيث ما هو السؤال الذي يستحق أن تسأل وما هو السؤال الذي شنو لا يستحق أن تسأل لكن إحنا أصبحنا في زمان بعد زمان تحت الصفر هم مو صفر تحت الصفر للأسف عموما فيقول سفيان بن الصمت في اليوم الثاني لاقاه هذا الرجل وقد أزف الرحيل أزف يعني حان الرحيل فسأله الظاهر بكل أدب ما الفرق بين الإسلام والإيمان قال لقد أزفت للرحيل يعني أنت متأتي تسافر قال نعم يقول فأجابه قال الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأداء الفرائض من الصلاة والصيام والحج وغيرها ذكر الفرائض ثم قال له وأما الإيمان فهو أن تؤمن بهذا الأمر مع هذا يعني مع الإسلام لإيمان يقولون أخص يعني أعلى درجة كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم شنو مؤمن هذا الإيمان بتفسير أهل البيت عليهم السلام تفسير غير أهل البيت غير شكل أما في تفسير أهل البيت عليهم السلام أن الإيمان أن يؤمن بهذا الأمر أن يؤمن بولاية محمد وآل محمد وظروف الآية تدل على ذلك أن الأعراب يعني اللي ما قبلوا وصاية وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام فقلوا له إحنا مؤمنين قالهم لا ولما يدخل الإيمان شنو في قلوبكم وقيل لا هم يقولون إحنا مؤمنين بالظاهر باللسان إجا القرآن شنو قالهم لا أنت تقولون لعلي بن أبي طالب السلام عليك يا مولاي ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا المعنى في بيعة الغدير ولحد الآن الروايات تشير يقولوا له السلام عليك يا مولاي أنت مولى كل مؤمنين ومؤمنة لكن في قلوبهم شنو؟ فهم ينهون عنه وينأون عنه القرآن يريد يقول لهم الإيمان بعلي بن أبي طالب عليه السلام بالإضافة للإسلام مع هذا يعني بالإضافة للإسلام ليس مجرد لق لقد شنو؟ ليس عم زين فإذا هذا هو الإيمان الإيمان حقيقة هو علي بن أبي طالب عليه السلام وعدنا أدلة كثيرة تدل على هذا مثلا حديث المشهور برز الإيمان كله إلى الشرك ما قال برز الإسلام يعني الإسلام أدنى درجة الإيمان أعلى درجة شوف برز الإيمان كله يوم من الأيام تحدثت في مكان أن الدين عند الله الإسلام قلت الإسلام هو علي بن أبي طالب عليه السلام فالواحد اعترض علي قال للإسلام علي قلت له نعم يعني اللي يمثل الإسلام حقيقة منه اللي يعمل بقانون الإسلام بكل حيثياته وبكل تفصيلاته وأتحدى واحد يقول غير أهل البيت عليهم السلام عملوا بكل هذه الحيثيات زين فقل له هذا بيعني مبالغة وكذا ومعرف إيش فقل غير علي بن أبي طالب عليه السلام هو يمثل الإسلام هو الإسلام قلت له اسمع إذا ما يعجبك علي بن أبي طالب الإسلام علي بن أبي طالب الإيمان قال الله أكبر هاي بعد أشد قلت له يا جاهل أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله برز الإيمان ما قال الإسلام شوف لأن الإيمان إسلام وزيادة برز الإيمان شنو كله شوف هاي كله روح أسأل من سيبويه والتنازل إلى الآن قلهم شتفرق لو قاية برز الإيمان إلى الشرك زين يقول لك تفرق السماع عن الأرض لأن لو قاية برز الإيمان ممكن ثلاثة أربعة الإيمان تسعين بالمئة من الماء تسع وتسعين بالمئة من الماء بس من جاب هذه العبارة كله يعني شنو مية بالمية مثل ما يقولون قفل كامل مية بالمية الإيمان هم محمد وآل محمد وهذا الإيمان عليه شروط كثيرة فيه ترتب أمور كثيرة مثلا إمام الجماعة يجب أن يكون مؤمنا إماميا إثنين عشرين زين إلا في حالات خاصة طبعا نستحنا كلامنا في أصل الأدلة زين مثلا في مرجع التقليد المقلد يجب أن يكون شرط من الشروط شنو مؤمن يعني إثنى عشري مثلا في الشهادة في الشهود يجب أن يكون إثنى عشري وهذه مذكورة في الرسالة العملية كثيرة بل حتى كثير من العلماء مشهور فقهانا يذهب إلى مثلا التزويج عندك بنت يتزوجها لازم إمامي إثنين عشري زين ما يجوز كثير من العلماء انتبهوا إلى مقلديكم إلى علماءكم يعني زين شرط هذا فقهي ما لا علاقة يجي بعضهم يسوي طائفية ومعرف إيش من هالكلام اللي مستهلك هالأيام ما كوها الشعارات اللي أغلبها شعارات الغرض من عندها معروف ما نريد نخوض بهذا الكلام المعروف زين فهذا الشرط تعبد يحكم شرعي بل يأكو بعض العلماء وأكثر اليوم لا يشترط الإسلام زين لكن بشرط أن لا يكون ناصبي ولا مغالي ما ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام فقط المسلم يصح شنة أحكام شرعية لازم الإنسان يرجع إلى مرجع التقليد أما الإسلام فأحكامه مثلا فيما يخص قضية الحكم بالطهارة كل مسلم زين طاهر بدنه طاهر زين بهذا المعنى يعني إذا صافحته مع الرطوبة يعني ما كو شيء مثلا إذا ذبيحته زين إذا تعلم أنه لم يخالف الشرائط الشرعية من استقبال القبلة والتسمية فتحل ذبيحة المسلم مو الشرط يعني ذبيحة المؤمن في الطهارة والنجاسة في بعض الحالات في يعني المخبرات في بعض الحالات المهم فإذا عرفت ما هو الإسلام وما هو الإيمان تترتب عليه مجموعة من الأمور حتى الفقهية ليست فقط العقائدية والأخلاقية بل حتى الفقهية لاحظوا هذا الأمر يا أخوان فإذا تقرأ في الرسائل العملية أن شرط من الشروط في الشخص الإسلام يعني من يتشهد الشهادتين كاف أما إذا وجدت شرط الإيمان يعني أن يكون مؤمنا بولاية محمد وآل محمد ولماذا لا يؤمن الإنسان بولايتهم سلام الله عليهم ليش يعني رب سائل يسأل راح أنطيك هاي الحادثة راح توضح لك السر أو سبب من الأسباب المهمة ذكرنا قضية يوم الغدير غدير خم بإيجاز وقلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب وقال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه إلى آخره ماذا قال قال فليبلغ الشاهد الغائب شنو فليبلغ الشاهد الغائب يعني مزاجية لا ممزاجية أنت الحاضرين مئة وعشرين أليف رجل وأمرأة وغيره أنت يا هل يتشوفوه ما كان حاضر ألزموه الحجة زين وانتشر الخبر وفي ذلك روايات كثيرة حصلت حوادث واحد قال قلت لكم يوم كذا علي بن رباح أو كذا يقول كنت مع علي عليه السلام وهو متوجه إلى صفين فجاءه رجل وقال السلام عليك يا مولاي فبعض من حضر كأنما استنكر هذا الأمر ليش تقول يا مولاي بس بزماننا هذا شرك بالله من قلون شرك يعني من تقول للسادة يا مولاي شرك زين تحدثنا عن هذا فيقول فسألوا قالوا لماذا تقول له يا مولاي قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه يقول فسألنا عن الرجل قالوا هو اسمه أبو أيوب بس يا أبو أيوب الأنصاري غيره هذا الحديث ومثله كثير اقرأ كتاب الغدير موسوعة الغدير للشيخ الأميني يذكر لك ما حصل من إنكار واستنكار عند بعضهم عندما سمعوا بهذه الحادثة وكيف أجابوهم الصحابة الذين حضروا قصص وحوادث كثيرة جدا منها هذه الحادثة اللي يذكرها الثعلبي في تفسيره تقول الرواية لما انتشر الخبر ورجع النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة جاءه رجل اسمه الحارث ابن النعمان الفهري هذا نزل من على ظهر دابته وهو مغضب في حالة هستيرية زين وغضب أنه بلغ أن النبي صلى الله عليه وآله بالتفصيلات اللي ذكرناها كذا صنع صنع وآخر شيء قال هذه الكلمة فدخل وهو مغضب زين بتلك الحالة اللي يعبرون عنها الآن الهستيرية فأخذ يصيح شوف هذا الرجل يعني يعني شو تقول عنه يعني اللي ينادي خاتم الأنبياء وأشرف الخلق أجمعين باسمه هي شو مجرد ماكو يا رسول الله سيدي مولاي عوفا ما يعترفون بيها ماكو يا رسول الله ماكو يعني شوف أبدا يصيح ليا محمد يا محمد اللهم صلى على محمد زين أي مثل المشركين في صلح الحديبية زين من إجوا يوقع النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام كان هو الكاتب قال هذا ما تعاهد عليه رسول الله قال إذا آني مؤمن أنه رسول الله عليه من أصالحه وقاتله قال إذا قال أكتب هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله اللهم صلى على محمد الإمام علي عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله شطبها قال ما أقدر كتبتني رسول الله هذا أشطبها أيدي ما طاوعني نعم تكليفة ما يسمح لبن الله قال أجيب الكتاب شطبها النبي صلى الله عليه وآله قال سوف تضطر إلى مثلها زين واضطر لها يوم صفين من كتب هذا ما تعاهد عليه أمير المؤمنين قال لعمر بن العاصان لو مؤمن بك أمير المؤمنين عليه من قاتلك قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله على كل أي ما أشبه اليوم بالبارحة وأشمه البارحة بما قبله وهكذا لتركبن سننا من قبلكم فقل بكل وقاحة وصلاة فأمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله فشهدنا مجرد لقلقت لسان يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن شنو بالله شنو أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله يعني بس يجب اللسان ما آتاكم الرسول شنو فخذوه وما نهاكم عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا معنى أنا أتشهد الشهادة وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من وين هذا وين عن هاي الآيات هاي وين عن هاي الآيات كما بعضهم هو الإسلام هذا بس مجرد شهادتين في لا مؤلاء عمل بالأركان وهاي من أركان الإسلام اللي فسرها الإمام الصادق عليه زم قول باللسان وعمل بالأركان ومن أعظم الأركان أن تؤمن بالقرآن الكريم وبما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا أن ما يحتاج لهن كأفلام ما يحتاج لهن سؤال وبحث ودراسة ومعرفة إيش واضحات راح يجيك السبب وأمرتنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد فأدينا فما اكتفيت بكل هذا شوف الصلاة شوف شوف الوقاح فما اكتفيت بكل هذا حتى أخذت بضبعي ابن عمك علي ابن أبي طالب وأمرته علينا أهذا منك أم من الله عز وجل وقلنا يوم الغدير أخذ شنو بضبعي حتى بان بياض ابطيهما أي رواية ينقلها الثعلب في تفسيره ارجع اطلع منها ورح شوف تفسير الثعلب وشوف الرواية يقول لها النبي صلى الله عليه وآله أكو الله يصدق أنا نبي يصدق أكو جنة وناري يصدق يعني ظاهر أن يصدق مع احترامي يعني بعد ما يحتاج لها أي توضيح صلي صوم حج خم الزكي مدر شنو ما يخالف لكن علي خليفتي من بعدي علي وصيي ميسي ليش عندنا مثل بالعراق يقول علي ابن أبي طالب ستشينة خاصرة يعني شن ستشينة خاصرة يعني يعني هو شيعته وناسه ما خلصوا من حقه ما ترك الحق لي من صديق علي مع الحق والحق مع علي وأكثرهم للحق يعني سمحوا لي أنا نتكلم عن مثله وأمثالي إحنا يعني هس ندعي الموالات والمحبة يعني إذا طلع علي ابن أبي طالب نرضى علي على كيفك مولانا كل شيء معطل الآن كل شيء معطل لا حدود لا ديات لا كذا كيف بكم إذا لم يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه أنا ستكلم لك في دائرة الموالين والمحبين في الكوفة في عاصمته يمشي في الأسواق يصيح يا بياعة الأسماك لا تبيع الجر والزمار والمار ماهم بطران هذا يحشي وحده يا أهل الميازين ويل للمطففين يومية جايهم الصبح الظهور العصر وكذا زين إلا قال لزمو دفعو دفعو قالوا له روح روح خلل نعيش هذا حلال هذا حرام تروح زين عش تصور له زين وين هو الحق وين هو الحق الحق مر وأكثرهم للحق كارهون مولانا هسا احنا على المنبر نحشي نحشي تين حلال حرام و تقوم الدنيا ولا تقوم قالوا سبب من أسباب عزوفي عن المنبر سبب من الأسباب كما قال أمير المؤمن عليه السلام إن لم تكفوني الناس وكفوني أنفسكم من ناسنا ناسنا هاي ناسنا تدعي الإيمان زين خصوصاً إذا تذكر قضايا بها فلوس قضايا الثلوث الخموس الزكاة الحلال والحرام الربى ومدر شنو هنا عدي أصدقاء بالكويت أصحاب حسينيات وأصحاب مجالس ما يختلفون عن العراقيين زين من شافه وقاله وإذا يبقى كلامك هي ما نحن بعد عذرنا قلت له أنا ما تعذروني بها زين بس أكو قسم بصورة دبلوماسية مثل ما يقولون حشوه وسوه وأكو قسم لهم زين وأكثرهم للحق كارهون أطلع إذا أنت روح ويا الموالين قل لعمي أنت اللي تبيع تشتري تشتغل وظيفتك هاي هاي حلال حرام متفقه بيها ها تشوف يقول لك روح تمخبل حلال والحرام الصالحة من الآن يسأل عن تجارته من الآن يسأل عن مكسبه التاجر فاجر ما لم يتفقه بدينه من التجر من غير تفقه ارتطم في الربا أو وقع في الربا ولدرهم ربا أعظم من سبعين زنيا في ذات محرم في بيت الله الحرام روح شوف تجارات روح شوف الأعمال فليقول هذا ليش ما يبشي بالمصيبة ليش قلب قاسي ليش بناتها طالعات لابسات بنطرونات كابوي وكذا هذا المال الحرام شوف شي يسوي يرفع الغيرة من الرجل والحياء من المرأة وشون هذا هرمون الغيرة قابل هو يروح يأخذ بالأبرة ويطلع الهرمون هاي الأفعال هاي التصرفات خصوصا أكل المال الحرام لدرهم ربا أعظم من سبعين زنيا في ذات محرم في بيت الله الحرام مرات يجون يسئلونه زين يوم من الأيام جانفة شخص أكثر من واحد هاي المسألة جانبها في العراق هاي معاملة صائرة كثيرا شخص عنده أموال هاي الأموال يروح يخليها يوم شخص يشتغل بيها ينطي رقم رقم يطي مبلغ شهريا أو سنويا مثلا خلطي كل مثال هذا يجي شخص قال الآن يعدي خمسين مليون انطيتهن الشغص قلت له شنو اطيتهن بأي عنوان قال يشغل يشتغل به قلت له بيا عنوان نحن عندنا مضاربة زين عندنا جعالة اطيته صدقة اطيته قروض اطيته هدية اطيته ربا قال لا لا استغفر الله ربا زين هاي المعاملاتك شرعية ولا شرعية طبعا قال لا لا خوف حسا خنشوف اللالا زين قلت له ايه وشنو قال يطيني بالشهر مليون دينار اكثر او اقل مع الذكر قلت له هذا ربا حرام قال أنا ما قصد الربا قلت له بلي لو قصدك الربا تكفر بالله عز وجل يصير اثمك اثمين هاي لأن انت جاهل لأن هاي معاملة رباوية قال أنا ما قصد الربا وما مش ترطع لي ومعرف ايش قلت له ولو هذا يسموه هذا يسموه ربا المال هذا ربا قال مضاربة يقولون قلت له المضاربة ليس من شرطها أن يعطيك مبلغ محدد أو غير محدد مبلغ ما يحدد من شرطها أن تحدد نسبة من الربح لو حصل نسبة شنو؟ من الربح يعني شنو النسبة؟ مو مبلغ وإنما نسبة تتفقون يا با من عندك العمل ومن عدي الفلوس زيني شقد آني من عدي الفلوس نسبة الربح؟ نصف نصف الربح شقد ما يطلع الربح؟ يطلع مليون مليونين أكثر أقل النصف ماكو ربح ما إلك شيء هذاك من ماكو ربح تأخذ من عنده مليون لو ما تأخذ قال طبعا أخذ منه نقول هذا هو الربا هذا هو الربا ولدرهم ربا أعظم من سبعين زنيا في ذات محرم في بيت الله بالعشرات هكذا يأتونا مؤمنين مؤمنين موالين لكن للأسف هاي الحسنات هاي السيئات تذهب بالحسنات ما يتفقه بديني وهكذا أنا أعرف كثير عندنا من أصدقاني أصدقائي عدي بالنجف تجار قال سيد احنا ما نجي نتفقه ونسأل لأنه طلعونا هذا حلال هذا حرام لازم نقعدون نسكت ما نشتغل زين لا لا موما تقعدون تسكت بإنما تريد تملك ما تملك وهكذا ربى البنوق ربى الكذا ربى اسأل اعرف الحلال والحرام نعم الرجل يقول الإمام الصادق عليه السلام نعم الرجل يهرب من الحرام إلى الحلال تفقه في دينكم كما يقول الإمام تفقه في دينكم ولا تكونوا أعرابا إن من لم يتفقه بدينه أشره الله مع الأعراب يوم القيامة وهؤلاء الأعراب ليتفقون ما يتفقهون بدينه فلماذا لا يقبل لأن علي بن أبي طالب عليه السلام عند الناس سواسية كأسنان المشد يعطي إلى السيد كما يعطي إلى العبد يعطي إلى الغني كما يعطي للفقير يعطي إلى الوضيع كما يعطي للشريف سواسية وهذا هذا من يقبل به بعض الناس يريد يملك يجعل مال الله دولة بين الأغنياء يريد 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 يفعل الفواحش يريد يفعل المحرمات وهذا ما يمكن في دستور علي بن أبي طالب عليه السلام فقل هذا منك أم من الله رفع النبي صلى الله عليه وآله يديه وقال والذي نفسي بيده إنه من الله من الله قبل الرجل ما قبل خرج وهو يجر أذياله وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وله حقا فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم يقول الثعل بماء خرج من المسجد إلا وجاءه حجر وقع في أم رأسه فقتله اللهم صلى الله عليه فنزل قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع هاي في هاي الآية يقول سبب نزولها طبعا يجوا جماعة قالوا هاي السورة مكية وما در شنو الحادثة في المدينة قل لا لا ما أكو كل سورة دائما مكية كل سورة بيها مكي وبيها شنو مدني وأكو آيات نزلت في مكة ونزلت شنو في المدينة هذه تكون منها ما يفيد هذا الحذر ما ينفع هذا الرجل صاحب تفسير وذكر هذه الحادثة فلهذا لا يقبنون الإيمان بولاية علي ابن أبي طالب عليه السلام ها مو قل الشعبي قل حيرتنا يا ابن أبي طالب إن أحببناك خسرنا الدنيا وإن أبغضناك خسرنا شنو الآخرة وإحنا شنريد كلها حتى الموالين على كيف ما شايف الزعيق والنعيق إلى متى أنا فقور إلى متى القهار إلى متى الضيم يعني يريد دنيا كما قلت أغلب الناس همهمهم الدنيا ذاك من ذاك اللي هم الآخرة حتى من الموالين حتى هناك تقصير من الموالين والمؤمنين وللأسف إيو الله أما المؤمن الحقيقي لا الإيمان الحقيقي ما يبالي بالدنيا ما يبالي لأن يعرف إن هي إلا ساعة إن هي إلا ساعة وبعد ذلك السعادة الأبدية مثال رائع للإيمان الحقيقي أنا حبيت أن أذكر هذا المثال وأمثلة كثيرة يتجلى في أم البنين سلام الله عليها يعني أن يكون لي مال الحقيقي عند الرجل هذا معتاد أمر معتاد لكن أن يكون عند المرأة كأم البنين سلام الله عليها شوفوا النتيجة النتيجة شنو يقل عندك حاجة اسأل الله بحقي شنو أم البنين سيد محمد الشيرازي على ما ينقل عنه رحمة الله عليه يقول جاءني أحد العلماء فقال بالأمس قد رأيت في الرؤية الصادقة أبا الفضل العباس عليه السلام قلت له سيدي مولاي أبا الفضل بمن نتوسل إلى الله عز وجل بقضاء حوائجنا قال توسلوا إلى الله بأمي أم البنين يا وجيهة عند الله باب من أبواب الحوائج هذا التجربة التجربة أكبر برهان عفر ما نحتاج روايات ولا نحتاج ها الآن أنتوا لابد مرة عليكم من المؤالف والمخالف كم من كرامة حصلت عجز عنها الأطباء عجز عنها كل أهل الطبيعة زين لو لتوسل بأم البنين سلام الله عليها يا وجيهة عند الله لماذا كل هذا تعقد المجالي استقرأ الفواتيح النذور إلى الله سبحانه وتعالى بحق أم البنين كل هذا لماذا لأن أخلصت الإيمان أخلصت الإيمان حقيقة جمعت أبناءها الأربع لما أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يتوجه إلى العراق أخذت تحثهم الله الله أن تبيض وجهي غدا أمام سيدتي ومولاتي فاطمة الزهر تعرف من هي فاطمة الزهر لسال الحال هي هم ذرة هي هم زوجة أمير المؤمن عليه السلام قل لا أبدا تطلب من أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة زواجها قل يا أمير المؤمنين عندي طلب قال ماذا تريدين أحب شيء عند الزوج أن يلبي طلب زوجته خصوصا في ليلة الزواج قالت هو طلبي وحيد لا تناديني باسمي في الدار ما اسمها فاطمة لا تناديني باسمي في الدار لألا يسمع الحسن والحسين تسمع زينب هذا الاسم فيتذكرون أمهم ويحزنون وأنا لا أرض لحزنهم كانت تعبر عن نفسها بأنها خادمة لأهل البيت عليهم السلام الله الله أن تبيض وجهي غدا أمام سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء لوعدها أربعين لو أربعين ألف والله كان بعثتهم دون الحسين عليه السلام وحتى عندما جاء الناعي ينعى الحسين ما سألت عن أولادها يقول الراوي الإمام السجاد عليه السلام بعث وراء بشر ابن حذلم قال له يا بشر رحم الله أباك لقد كان شاعرا هل تحسن الشعر قال نعم سيدي مولاي قال اسبقنا إلى المدينة ها اسبقنا إلى المدينة وانعى الحسين ارث الحسين سلام الله عليه فجاء بشر دخل إلى المدينة أول ما دخل نادى يا أهل يثرب اجتمع الناس عليه قال لهم الخبر عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله كل أهل المدينة أخذوا يسمعون هذا الصوت إلى أن وصل يا أهل يثرب يا أهل يثرب إلى أن وصل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله نادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمع مدرار الجسم منه بكرب لا مضرج والرأس منه على القناة يدى يقول ضجت المدينة كيوم استجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بينما أنا هكذا وإذا بسيد وقور على كتفها طفل دنت مني قالت يا هذا من تنعى قلت عجيب أما تسمع هذه سألت عنها قيل لي هذه أم البنين أم العباس وإخوته قلت ساعدها الله حقها أمرأة ثكلة أربعة من الأبناء أقول لها سيدتي عظم الله لك الأجر بجعفر بعثمان بعون تقول تراني سألتك عن هؤلاء يقل يقل هيا نايا عشد يل تنشدين إن شغان تردين الخبر زين يقل 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 لما قلت لها سيدتي عظمان أعظم الله لك لك الأجر بأبي الفضل العباس سقط الطفل من على كتفها وضعت يديها على خاصرتيها قالت يا هذا لقد قطعتني يا تقلبي اخبرني عن ولد الحسين يقول بشر لما قلت لها سيدتي أعظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين ضربت على رأسها وصاحت أيوة ولداها أيوة حسين واللصا يحط ولطمت على العين ينول تنقل بكل الأراضي وفي قدم مث العباس السبعين بس كون سالم رأس الحسين أي بس كون سالم رأ يا 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 سلي حسين يقول أبو الفرج الأصفهاني كانت أم البنين تخرج إلى البقير تمث القبور لأولادها تندب أولادها والإمام الحسين عليه السلام فما يمر بها أحد إلا ويبكي لبكائها أبكت كل عدو وصديق حتى أن مروان بن الحكم إذا مر عليها ورأها تبكي فكان يبكي لبكائها وإن أنسى وإن أنسى أنسى أم البنين وقد فقد أيات ولدها أجمعا تنوح علي أيهم بواد البقيع فيذر الطريد لها الأدمع أخواني نتوجه إلى الله لدينا مرضى يسألكم الدعاء أصحاب حوائج بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي ما سنظر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعاء اشفي مرضاهم اقضي حوائجهم احفظ الإسلام والمسلمين أيد علماءنا العاملين اجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات